مرحبا كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير بفيديو اليوم رح نحكي عن آخر أبديت أو تحديث لبرنامج مايكروسوفت تيمز وهو النويز سبريشن فكرة النويز سبريشن انه أنا بتلغي عندي الإزعاجات والضوضاء اللي بتصير أثناء المحاضرات والاجتماعات على برنامج مايكروسوفت تيمز فبالتالي الناس اللي عم بسمعوني ما رح يسمعوا هاي الإزعاجات مشان نعمل اكتف للنويز سبريشن أول شغلة لازم أكون عامل check for update تمام وتأكد انه عندي آخر أبديت لمايكروسوفت تيمز بعدين بروح على settings وبختار device من device بعمل scroll down وبنزل على noise suppression تمام عندك هي رح تكون auto انت ممكن تختار high أو low تمام طبعا حسب الإزعاج لو عندك إزعاج كتير تختار high لو الإزعاج خفيف ممكن تختار low وبتعمل close وبتروح تعمل بعدين new meeting كالعادي اجتماع أو محاضر على Microsoft Teams وبتكون أمورك تمام من ناحية إلغاء الإزعاجات وبهيك احنا وصلنا إلى نهاية الفيديو لو عجبكم الفيديو ياريت نعمل لايك وندعم القناة بالضغط على زر subscribe have a nice day سلام